بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع القراءة في هذا الكتاب نماذج من التجسيم والتشبيه والتكفير وتضيل عند الوهابية وصلنا إلى الشخص الثالث نحن هو الأول كان ابن تيمية الثاني ابن القيم الآن الهرس رحمة الله على الجميع طيب قال هنا أخونا جامع هذا الكتاب الشيخ ياسي بن ربيع يقول هنا في عنوان ثالثا منظر أدعياء السلفية والوهابية التيمي محمد خليل الهرس ماذا يقول في الوثيقة الأولى هذه أصابع الرحمن جزء من يده جل وعلا طبعا هذا من حاشيته أو من تعليقه تعليق الهرس على كتاب التوحيد لابنه زيمة حيث يقول هنا ومن أثبت الأصابع لله فكيف ينفي عنه اليد والأصابع جزء من اليد والعياذ بالله والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لاحظ يعني أثبت أن الله أجزاء اللي هي اللي هي الأصابع أنه جزء من جزء من يد الله يعني حتى ابن عثيمين يقول هي عندنا أجزاء لا هذا يعني لا صرح لا هي أجزاء طيب هنا في وثيقة أخرى يعني أخونا يقول رب الأرباب يحتاج إلى آلة اليد ليقبض بها يعني أعزب الله هنا هذا من حاشيته هنا أيضا على كتاب التوحيد لابنه زيمة يقول وهذا تأويل باطل فإن القبض إنما يكون باليد الحقيقية لا بنعمة يعني هنا يرد على من يتأول اليد بالنعمة ولأن هذا أو يتكلم عن من يؤول القبض بأه مثلا هنا يقول والبيان الشافي ابن خزيمة أنه خلقه بيديه لا بنعمته على مزعمة الجامعة المعاطلة إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا هنا علق فقالوا هذا تأويل باطل تأويل القبض بالنعمة فإن القبضة إنما يكون باليد الحقيقية لاحظ يد حقيقية يعني إيش شارحة يعني صرح طيب ليش ما بتصرح يعني إذا عبتقول هون إذا عبتقول هون أنه اليد الأصابع جزء من اليد يعني أقول اللي بقلبك ولا تخاف إذا وربك من خائف لا عولة ولا أغوة لا عولة ولا أغوة إلا بالله فإن قالوا إن الباء هنا للسببية أي بسبب إرادة الإنعام إيه قلنا لهم وبماذا قبض فإن القبض محتاج إلى آلة لاحظ لاحظ القبض محتاج إلى آلة يقبض بها وهي اليد لا حولة ولا أغوة إلا بالله لكن هون ظرف أو ما صرح أنه قبض الله محتاج أو الله محتاج في قبضه إلى آلة يعني هنا يعني خجلان فإن القبض محتاج إلى آلة فلا مناص لهم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح به الكتاب والسنة لا حولة ولا قوة إلا بالله طيب نستعال الله عما يقولون أولو كبير قائل قبض محتاج إلى آلة لاحظ مقبضنا نحن محتاج إلى آلة قبض الله طيب هنا يقول نزول الرب هذه وثقة ثالثة ونزول الرب نحن وسنحاول أن نسرع لأنه ما زال أمامنا لسا في قائم ابن باز والراجح وغيرها سنحاول نقرأ فقط نحن هذه العنوين ومحل الشاهدون شرح يعني ممكن نشرح إذا يعني إذا لزم الأمر أو إذا استلزم الأمر في يعني تعليقات أو مجالس أخرى نعلق فيها على هذا الفيديو وعلى غيره طيب حتى ننجز الآن نقرأ بسرعة نزول الرب هو انتقال من علو إلى أسفل هنا هذه في حاشيته على كتاب التوحيد أيضا يقول يعني أن نزوله إلى السماء الدنيا يقتضي وجوده فوقها فإنه انتقال من علو إلى أسفل يا طيب بس إذا كان انتقال من علو إلى أسفل سيخلو منه العرش أم أنت ستقول يعلو ينتقل من علو إلى سفل ولا يخلو منه العرش هل ليش قال لأن انتقاله ليس كنتقال الأجسام كما قال في شرح حديث النزول طيب رجعت إلى قول الأشعر إذن إذا طالما انتقاله ليس انتقال انتقال الأجسام فإذن ليس بنقرة كيف كما تقول أنه هنا انتقال يحدد إما تقول انتقال من علو إلى سفل وبالتالي العرش يخلو منه وإما تقول لا هذا ليس انتقال نزوله ليس انتقال إما بقى مفوض يا الله أما أول أما تقول لا هو انتقال من علو إلى سفل لكن لا يخلو منه العرش إذا قلت يخلو منه العرش خلاص ما أنت ليس مستوي على عرشي دائما هو في السماء الدنيا كما شرحناها مرارا لأن السلس الأخير لا ينقطع عن السماء الدنيا غاية ما هناك أنه ينتقل من مكان إلى آخر وبالتالي يبقى الله فيه في السماء الدنيا ينتنقل ويدور مع الكرة الأرضي لا حول ولا قتل إلا بالله والله هذه مخازي هذه لا حصر لها لا حول ولا قتل إلا بالله من هؤلاء القوم هنا يقول في وثيقة أخرى الأول والآخر والظاهر والباطن الله يعني سبحانه وتعالى دلت على إحاطته تعالى حسب هذا اللوزع هذا الهراس إحاطته تعالى الزمانية والمكانية بجميع الخلق هذا أيضا هنا في نحاشيته هنا على كتاب التوحيد وهنا يقل وأعلم أن هذه الأسماء الأربعة اللي هو الظاهر والباطن الأول والآخر والظاهر والباطن دلت على إحاطته الزمانية والمكانية بجميع الخلق معيدة دلت على إحاطته الزمانية والمكانية بجميع الخلق الله محيطهم بكل الأمكنة بجميع الأزمين محيط بكل الأمكنة طيب ليش تقعب تقول الله لك فقط مكانه على العرش زكاة طالما هو محيط بكل الأمكنة وطبعا كما قلنا في المجلس السابق أنه لا هو محيط في الكون عندهم وهو أيضا فوق العرش لا تناقض طيب أيضا كما نقول هو معنا بذاته وعلى العرش بذاته وينزل بذاته ولا تنافي لا تقول إذن هو معنا بعلمه حتى لا تقول والله تعطوا تعطوا زريعة لخصومك ويقولون هؤلاء يؤولون خلاص لا تؤولوا شيء إذن قلوا بذاته بكل بأ ولا حول ولا أقوة إلا طيب هنا هنا رجل الله بمعنى القدم أي بسيطة عندهم يا شيخ ياسين أي شغاله عندهم بسيطة قال في هذه الرواية ذكر الرجل وهي بمعنى القدم والمعطلة يلحدون في الحديث فيقولون رجله بفتح أو رجل الرجل يعني يفتح الراء بمعنى الجماعة الرجل بمعنى الجماعة طيب هنا يقول هنا هنا نقرأ العنوان إثبات يد حقيقية لله هذه انتهوا منها من زمان هذه كلمة حقيقة حقيقة قال تعالى الله عن ذلك مع أنهم يعترفون أن هذه ما ورد عن السلف ما ورد عن السلف كلمة حقيقة أنه يد حقيقة بعدين إيش برر هذا ابن عسيمين أو ما أعرف مين قال هني ما كان يقوله بس لما طلعوا المبتدعة لما طلعوا الجهمية ونفوا اليد اضطر يقول السلف يعني يعني لا إذا الجهمية زادوا وأنت بتزيد أنت مثلهم معناته إذا غيروا أو بدلوا أنت بتغيروا ويبدل ما هو على أساس أنه ما كان دينا في عهد الصحابة هو دين في عهد من بعدهم وما لم يكن دينا في عهدهم لا يكونوا دينا بعدهم أنت بتغير معناته إذن أنا كمان بقول والله ما كان السلف يؤولون ويقولون يد مجازية لكن لما جاء المجسمة وقالوا هي يد جارحة أو كذا أو حقيقة أو ما إلى ذلك أنا اضطررت أن أرد عليهم وما هو جوابك هو جوابي مهم لا نطيل في هذا إثبات يد حقيقية تعالوا الله عن ذلك إضاءة قال مع أن تترس بنسبة ولود الأصابع في اليد زادها الحراس من كيسه أنه وردت الأصابع أي نعم لكن وردت أن هذه الأصابع جزء من اليد هذه من كيسك هذه إلا أنها تعكسه بشكل واضح قياس الخالق على المخلوق يعني هو هو عمير تطلع على إيده أنه إيده فيها أصابع معنات الله أصابعه في يدي في يد الله عند القوم ورد فيها ذلك الأصابع وهذا لا يكون إلا في اليد الحقيقية فأصابعه الخالق عند القوم جزء من يده سبحانه سبحانه قياسا على كون أصابع المخلوق كذلك جزء من يده إلى آخره طبعا هنا من أين هذا الكلام هذا من شرح الشرح الراس على العقيدة الوسيطية لأبن تيمية طيب هنا يقول كيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال طبعا أني مختلفين باليمين والشمال هل كلتا يداه يمين ولا لا فيه وحد يمين وحد الشمال هذه مختلفين فيها هذه سبقا أن وضحناها واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا اليد الحقيقية لاحظ كفه الأصابع هذه لا تكون إلا اليد الحقيقية ثم يختم بالقول هذا الهراس ألا شاهد وجوه المتأولين بل شاهد وجوه المجسمين طيب ثم ينتقل أخونا الشيخ ياسين إلى هذه الوسائق عن سليمان بن سحمان هذا هذا من أي لبستين نيل أوليد أخوان المصري سنأتي عليه في مجلس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر